بسم الله الرحمن الرحيم أقدم لكم اليوم اللغة العربية للمستوى الثاني كتاب مرشدي الوحدة الخامسة الأسبوع الرابع والعشرون مدت القراءة في البداية نبدأ بقراءة الكلمات البصرية لهذا الأسبوع لما دائما هؤلاء ثم بعد ذلك نمر للقراءة المشتركة يعيش في المدينة وفي القرية مع الإنسان له عينان بضاقتان تريان في الظلام عندما يشبع يغرق في الأحلام مخالبه حادة يتسلق بها الأسجار وهي سلاحه لمحاربة الأسجار فما هو؟ نعم إنه القط بعد ذلك سنأخذ الصفحة 107 من كتاب التلميذ لنقرأ النص ماذا يوجد في الضيعة؟ زارت ليلة ضيعة مع أسرتها ولما ذهبت إلى المدرسة سألها كريم هل كانت زيارة الضيعة مفيدة؟ أجل كانت مفيدة وكانت ممتعة كذلك هل الأبقار تنام دائما في المكان نفسه؟ لا البقر يبيت في الحضيرة والماشية في الزريبة والأحصنة في الإستبل والدواجن في الخم من يعتني بالحيوانات؟ إن الفلاح يعتف على جميع الحيوانات ويعتني بها ومن يعالج الحيوانات إذا مردت؟ الطبيب البيطري هو الذي يعالجها فهو يزور الضيعة بانتظام شكرا لك أرجو أن أزور هذه الضيعة في فقرة أفهم السؤال الأول أصل كل جملة بالكلمة المناسبة وأقرأها بالنسبة للجملة الأولى زارت ليلى لدينا اختيارات متحفا ضيعة مأملا في الجملة الثانية كانت الزيارة اختيارات مملة ممتعة متعبة نعم الجواب زارت ليلة ضيعة صحيح الجملة الثانية كانت الزيارة نعم ممتعة أحسن بالنسبة للسؤال الثاني أقرأ النص وأستخرج الجملة التي تذل على أن الفلاحة يرفق بالحيوانات صحيح الجملة هي إن الفلاحة يعطف على جميع الحيوانات ويعتني بها في السؤال الثالث أولو من الداخل في كل لائحة هنا لدينا لائحتين اللائحة أولى الدجاج البط ماعز طبيب البقر الماشية اللائحة الثانية الحاضرة الخم البيطري الاستبل الزريبة الضيعة نعم صحيح أحسنت الدخيل في اللائحة الأولى هو الطبيب صحيح لأنه ليس من الحيوانات في اللائحة الثانية نعم البيطري أحسنت لأنه ليس مكانا لتواجد الحيوانات في السؤال الرابع أقرأ وأصل بخط كل بطاقة بما يناسبها المائز والخرفان الدواج البقرة الحصان الأماكن الخم في الزريبة في الاستبل في الحضيرة نعم جواب صحيح المائز والخرفان في الزريبة الدواجن في الخم البقرة في الحضيرة الحصان في الاستبل أحسنت إلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله مع تحيات الأستاذ محمد عبدي مدرسة الحكمة المديرية الإقليمية إنزغان أيتملول ترجمة نانسي قنقر